سلام الله عليكم البيت الإبراهيمي وما أدراك ما البيت الإبراهيمي هو أول شيء لا يجوز أن نسميه بيت إبراهيمي لأن هذا التسمية تضفي عليه المشروعية وتعطيه يعني صبغة شرعية والأصل أن نقول البيت الكفري وليس البيت الإبراهيمي أو البيت الشركي لأنه لا يوجد أدية سماوية بل دين واحد سماوي إن ديني عند الله الإسلام سورة العمران والمناهج والشرائع شتى كما قال في سورة المائدة ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجة هذه واحدة فالأشاعر باركوا يعني ليس كلهم لكن كثير منهم باركوا مثل أحمد الخبيث الشيخ الأزعر قال البيت الإبراهيمي يعني بيت يعني يجسد روح التآخي والسلام بين الأديان وهذا يعني قوله هذا كفر صريح لغبار عليه له لأنه لا يوجد أديان يوجد دين واحد كل الأنبياء مسلمون ودينهم الإسلام كل الأنبياء كانوا كلما يدعون إلى عبادة الله وتلحيده وحتى الصيام يعني كانوا كلهم يصومون مثلنا والركوع والسجود في الصلاة طبعا يعني يوجد يعني اختلاف بين الصلاوات يعني سالة ثلوات المسلمية الخمس وصلوات يعني اليهود ونسالة لكن كلها فيها السجود وركوع اختلاف يعني فقط يعني في يعني في النصوص التي يقرؤونها في الصلاة لكن الركوع والسجود يعني هذا يعني في كل الملل واحدا والشيوخ الذين ينتقدون يعني قطر أو قطرائيل كما أحبذ تسميتها هنا كيلي يقول لي أي شخص أنا كنت من الإخوان سحقا للإخوان وللمداخل أين سالم الطويل من البيت الإبراهيمي لم نسمع له حس لم ينطق ولو بكلمة واحدة والذي يقول لي أن هيئة كبار العملاء في مملكة بني سهود حسموا موقفهم وقالوا وقالوا أنا لن أصدقهم حتى يخرجوا ويعلنوا هذا الكلام أنا قرأت هذا الكلام يعني فيه تكثير لهذا يعني لمن فعل هذا الشيء تتلميحا وليس تصريحا وهذا يعني دأبهم لأنهم يعني لا يستطيعون يعني المجاهرة يعني بقول الحق خاصة يعني يعني في الخليج لأنهم يعبدون حكامهم من دون الله على كل حال أين سالم الطويل؟ أين عبد عز الرئيس؟ أين ربيع المدخلي؟ أين الفوزان؟ أين محمد سعيد درسلان؟ أين شيوخ المداخلة؟ لماذا لم يخرجوا على التلفاز وينكروا هذا الكفر؟ هذا يعني الكفر ليس بعده كفر لماذا لم يخرجوا وينكروا هذا الفعل؟ والله لو كان هذا الفعل في قطر أو تركيا والله الذي لا إله غيره ولا ربه سواه يعني لو وجدتموهم ليلا ونهار في كل قناة في قناة العبرية وفي قناة كلهم يخرجون ويقولون هذا العام الكفر شوفوا هذا حكم الأخوان شوفوا الأخوان يريدون أن يسووا بين الإسلام واليهودية والنصرانية شوفوا فتحوا بيت وسموه زورا وبهتانا البيت الإبراهيمي وإبراهيم بريء منهم عليه السلام ومن شفت كس العالم لما نظمتها قطر وسدعت شيوخ ودعاة يدعو الناس للإسلام خرج سالم طويل اللسان وعارض القفاء وكثير من الشيوخ الذين هم على شكلته ينكرون وقال لك إلى أي دين ستدعونهم إلى دين الإخوان دين المبتدع يبقوا علامهم عليه أفضل من دعوتهم إلى دين البدع يعني المسلم المبتدع يعني الكفر النصراني الأصلي الصليبي أو اليهودي أو الملحد الذي لا يؤمن حتى بوجود الله كإله موجود قالك يعني أفضل لهم أن يبقوا علامهم عليه من دخول الإسلام وولوجهم في البدع لا أدري يعني هل البدع أعظم من الكفر طبعا هم يتكلمون عن البدع غير مكفر ولكن البدع المكفر هذه يعني ما فيها خلاف فسبحان الله يعني كأس العالم تكلموا فيه كلهم وقالوا كيف يدخلون الدين في الكرة والكرة في الدين ما هذا الشيء وينتقدونه تركيا زواج المثليين والمثلية وكذا وكذا وحلف الناتو وحلف الناتو سبحانك يا ربي والله لو كان جاء البيت الإبراهيمي في التركيا أو قطرائيل والله والله لو وجدت شيوخ دول الخليج العبري كلهم في التلفاز وكلهم يصدرون فتاوة مرئية وصوتية لكن بما أن يعني يعني الشيء جاءهم يعني في عقل دارهم صمتوا سبحان الله صمت السكان القبور لم نستع منهم ولو إنكروا واحد الأشاعر باركوا وشيوخهم الداخل سكتوا ولم ينكروا هذا المنكر فحسبون الله ونعم الوكيل في كلاهما